أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنوز إلى العزيز الرحيم لتنذر قوما ما نذر آباهم فهم غافلون لقد رق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه يعناقهم ضلالا في إلى الأذقان فهم مطمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعبشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخصير رحمن بالغيب فبصروا بمغفرة واجر كريم إنا نحن نعلم تاوى نكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وفقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من وشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب النبي قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء المقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مرتدون وما لي ألا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلية أنني يلد للرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي قلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي أعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما موزلنا على قومي من بعدي من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله شيعة وعدة فإذاهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازرون ألو يروا كما لكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما زميع لدينا محضرون وآية لهم المرد الميتة أحييناها وخرجنا منها عبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن نفسهم ومن ما لا يعلمهم وآية لهم الليل نسلق منهم نهار فيما هم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلا هذلك تطدير العزيز العليم والقمر قطرناه منازل حتى هذا العرجون القديم لا الشمس ينبغي لأن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ مبرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا أطيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا أطيل لهم انوافقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا ومطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في طلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا سيعة واحدة وتأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلا أهلهم يرجعون وانفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ميلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يوم كانت إلا سيعة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكيون هو أزواجهم في غلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قونا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم نعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فلقد أغل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على فواههم وتكلمنا عيدهم وتشهدوا رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان عيا ويعق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من عاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رطوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يشكرون واتخذوا من ودود الله يالية لعلهم ينوصرون لا يستطيعون نصرهم لهم لهم جود محبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من لطفة مفيدا وخصيب مبين وجرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يخي العظام وهي رميم واليحي الذي يومه أول مرة هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا إن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك لطف لشيء وإليه ترجعون